بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بالثانية والدقيقة بنكون معاكم من تمانية لتسعة ونص عشان نتناول أهم الأخبار داخل جدران النادي الأهلي محلياً وأيضاً عالمياً الحقيقة بيبقى في نصنا الأول أو في نص البنامج الأول بيكون معنا أخبار مهمة بتهم جمهور النادي الأهلي كله نص التالي بيكون معنا ضيف يعني بيبقى مرتبط بحدث على الرياضة أو حدث أو بيكون بيحصل على الساحة الرياضية معنا النهاردة الكابتن سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة الطائرة اللي جيه في وقت عصيب عشان يدير الاتحاد بعد حل مجلس إدارة السابق برئاسة الكابتن خالد ناصف سليم جيه فترة مؤقتة عشان يدير الاتحاد ومش هيزل الانتخابات عشان يدير الدنيا ويدير المباريات والدوري واستكمال المنافسات وأيضا يدير الجماعات العمومية والانتخاب إلى انتخاب اتحاد جديد إن شاء الله في ديسمبر جمالة العمومية اللي هيتم فيها انتخاب اتحاد جديد هيكون معنا كابتن سامح حمدي عشان نعرف منه التفاصيل والاستعدادات لهذه الانتخابات خلينا روح مع حضراتكم على الخبر الأول الخبر الأول طبعا النادي الأهلي هو ليه علاقة طبعا بكرة اليد رجال النادي الأهلي وبعد قرار اتحاد كرة اليد بلعب الموسم المعلق 19-20 بالقائمة القديمة وده معناه هيحرم النادي الأهلي من 6 صفقات جديدة النادي الأهلي بعد خطاب لاتحاد كرة اليد قال له طب إذا كان الموضوع يعني ضروري ياريت نأجل المباريتين دول لآخر الدول الأول آخر الدول الأول بتاع موسم 20-21 اللي تلعب قبل ما نستكمل الموسم القديم فقال يا جماعة طب لو سمحتوا لو ضروري إن احنا نلعب المطشين أجلهم للآخر الدول الأول عشان أكون حيقة أعد فرقتي من هما موليد 2002-2002 ولو تفتكروا إحنا دايماً بتجيب أخبار للفرقتين دول وكنا عارفين إن ممكن يجي اليوم اللي نحتاج للفرقتين دول مش عشان القرار ده بس وعشان الإصابات وغيره وغيره فريق الشباب والناشئين الـ 2-18 أو موليد 2002-2002 كانوا دايماً بيبقوا معنا أخبارهم في برنامج الأطفال اللي حصل إن احنا الكابتن أو النادي الأهلي طالب فترة عشان يستكمل أو عشان ينهي استعداده بالفرقة دي عشان يكمل الست لعيب القيمة 18 في 6 ما بيلعبوش أو مش هيلعبوا نتيجة الصفقات الجديدة فهنستعوضهم الفرقتين دول الحقيقة الموضوع جد فيه جديد طبعاً الخطاب ده كان من يومين ولكن النهاردة جد جديد احنا نقول مصادرنا بالزبط احنا جايبين أخبارنا منه النهاردة لقينا خبر نازل على الوطن سبورت بيقول إيه الخبر بيقول إنه كابتن أحمد شبير ده على المصدر الوطن إن كابتن أحمد شبير النهاردة كان بيعلى على اتحاد كرة اليد وقراره ده الخبر بيقول كده بالزبط بالقائمة القديمة الفرقة مع أنه الموسم الجديد بدأ وكل فريق استغنى عن بعض اللاعبين وضم اللاعبين جدد للموسم الجاري مؤكدا أنه قابل ده الكلام من الخبر على لسان الكابتن أحمد شبير مؤكدا أنه قابل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي كرة اليد الدكتور حسن مصطفى والذي نفع إدعاية الاتحاد المصري بأنه اتخذ قراره بعد استشارة الاتحاد الدولي وأكد كابتن أحمد شبير في برنامجه الإزاعي إن الاتحاد المصري كرة اليد برئاسة هشام ناصر كان ينوي إلغاء الموسم الماضي وبعد يتدخل وزير الشباب ورياضة تم تنفيذ قرار الدولة بضرورة استكمال الموسم الماضي ولكن الاتحاد المصري قرر بدء الموسم الجديد على أن يستكمل ما تبقى من الموسم الماضي فيما بعد خليونا أقول لحضراتكم أن الخبر مصدره جريدة أو موقع الوطن سبورت تقدروا تتأكدوا وتتحققوا من هذا المصدر إحنا ما نجيبش كلام من على صفحات أو كلام يعني مرسل نجيب مصدرنا وقدامكم هو دي صورة الخبر اللي عايز أقوله طيب من شوية من حوالي ساعتين اتحاد كرة اليد دي طلع زي تصريح أو بيان ألي يا جماعة ما تدخلوش الدكتور حسن المصطفى في كل جملة مفيدة اللي حصل إن احنا بعثنا لجنة المسابقات اللي هي لجنة مستقلة عن الاتحاد الدولي أولا إحنا اللي نعرفه إن لجنة المسابقات أو لجنة الحكام أو لجنة الفنية في الاتحاد الدولية دي مستحيل تبقى منفصل عن الاتحاد هي جزء من الاتحاد الاتحاد بيبقى قائم بمجلس إدارته وبجميع اللجان المنبثقة منه سواء اللجان أساسية أو اللجان فرعية الحقيقة قال يا جماعة احنا بعثنا والرد جنة إن احنا نستكمل بالموسم أو نستكمل بالقايمة القديمة طب السؤال هنا في كلام كتير بيتقال وفي لغة كتير بيتقال إيه المشكلة؟ إحنا بنطلب يعني من اتحاد كرة اليد مهندس شام نصر أنه يطلع المراسلات الموضوع بسيط جدا جدا حتى في اللجنة الخماسية في اتحاد كرة اليد أي موضوع اتحاد كرة القدم أي موضوع بيبقى فيه لغة كتير بنتطلع المراسلات والله إحنا بعثنا قلنا والله كذا وجلنا الرد كده إنما الكلام هيكتر ويمكن يعني أنتو مش متخيلين يعني جمهور النادي الأهلي الموضوع ده شغله إزاي إحنا بنطالب إن يعني اتحاد كرة اليد مشكورا وطبعا له مننا كل التقدير والاحترام إنه يقدم المراسلات وقول يا جماعة والله إحنا المراسلات بعثنا للجنة المسابقات ولجنة المسابقات ردت علاكت مع العلم إن أوروبا للتحاد الأوروبي يلاعب بالقايمة الجديدة وزي ما قلنا الكلام لوجيك وخلي بالحضراتكم أنا من وجهة نظر المتوضع يعني كان الاتحاد عنده حل من اتنين التخبط اللي حصل بعد كورونا ده اللي بيدفع تمنه دلوقتي هو النادي الأهلي من الأسف أنا كان حل من اتنين كان قدام الاتحاد وما كانش يعني من باب أولى كان يتعمله يلعب تكمية الموسم من شهرين تلاتة زي ما لعب السيدات وزي ما لعب الناشئين والشباب يأم ما يلغي الموسم إنما اللي بيحصل ده أنت بتلعبه دلوقتي وبعد استئناف الموسم الجديد لا وبتلعبه بالقايمة القديمة الموضوع يعني فيه لخبطة كتير قوي قوي التحاد الأوروبي عمل يلعب القايمة الجديدة وده لوجك ما احنا قلنا يا جماعة النادي الأهلي لو حد قالك ده يقولك النادي الأهلي عايز يبوز الدوري لا النادي الأهلي مش عايز يبوز الدوري بالعكس النادي الأهلي كان النادي الوحيد من مجموعة الأندية كانت تقريبا 17 أو 18 نادي 17 نادي هو اللي قال أنا عايز أستكمل الموسم 17 نادي رفضوا استكمال الدوري من ده الكلام ده من 3-4 شهور بعد قزم الكورونا في شهر 7 والنادي الأهلي الوحيد اللي قال أنا عايز أستكمل إذن وبالرغم إن النادي الأهلي مش متصدر جدول النادي الأهلي ييجي في المركز التاني وبينه ابن الزمالك نقطة طين يعني لازم يكسب النادي تلاعي الجيش ويكسب الزمالك ويروح على مطش فايصر أنتم متخيلين نادي الأهلي بالرغم إنه بعيد وعايز يستكمل الموسم فالاتحاد الحقيقة حصل تخبط جامد جدا لا نلعب ما نلعبش لا الخواجة بيقول ما نلعبش طب لا نلعب دخل في والأهلي زي ما أنتم عارفين عنده ثوابت وكان رأيي نادي الأهلي ثابت في اتحاد الكورة وفي اتحاد الطائرة وفي اتحاد اليد نستكمل المواسم اللي بدأناه فالحقيقة النادي الأهلي اللي بيدفع تمل هذا التخبط وأنا بقول له حضراتكم إنه كان حل من اتنين يد دولي تلعب مع المباراة اللي استقنفت سواء الهبوط خلي بالكم الهبوط تلعب يعني الهبوط تلعب السيدات تلعبت عندك الناشئين تلعبوا الشباب لعبوا فكنا نلعبنا معهم وكنا نلعب بالقايمة القديمة كان لسه الأهلي ما جابش الصفقات والصفقات زي ما يقولوا لسه أو اللعبة اللي مشت لسه في حضني ومعايا قدر ألعب بيهم إنما اللي حصل دلوقتي أنت كأنك بتعمل كأنك بتدي للفرق الأخرى على النادي الأهلي إن الفرق الأخرى ما جابتش الصفقات دي فأنت بتقول لهم يعني بتديهم الأولوية أو بتديهم الأفضلية بخطوة واثنين وثلاثة فإحنا بنطالب اتحاد كرة اليد يعلن عن المرسلات دي هل المرسلات دي كانت مع لجنة المسابقات وده طبيعي جدا إذا ما احنا بنشوف اتحاد الكرة بيعلن بيقول والله أنا بعت اتحاد الأفريقي كذا كذا ورد عليك كذا بيجيبوا اللي بعتوا الاتحاد المصري وبيجيبوا الرد للشفافية احنا بيقول ليه الشفافية الموضوع ده ما فيوش أي حاجة تزعل حد ولكن وأنا بقول تاني ولكن كل الكلام ده يعني زي ما بيقوله قصة واللعيبة مركزة والجهز الفني مركز وزي ما أنتو شفتوا الاستعداد عامل ازاي والأخبار اللي جاء لنا لغاية دلوقتي ان المباراة تبقى في معادة والنادي الأهلي بيستعد بكل قوة والفرقة هتلعب وهن شاء الله تكسب بس احنا بنقول ايه بنقول دايما النادي الأهلي لو ليه حق بيبقى حق مشروع ولازم كلنا ندفع عنه ولازم كلنا نقف عنه الحقيقة كان الموضوع ده محتاجين يتوقف عنه لأنه فيه كلام كتير بيتقال وكان لازم نعرف الحقيقة فين وانا شايف الموضوع ده يتقتل بايه او يتقفل الموضوع ده تماما بالمراسلات اللي ما بين الاتحاد المصري ولجنة المسابقات المهندس الشام ناصر صرح قبل كده انها تمت ولجنة المسابقات رادت عليها تستكمل بالموسم اللي فات طيب خلينا برضو ده في الاخبار لداخل جدران النادي الأهلي هنروح طبعا لكرة الياد سيدات الحمد لله ماشيين كويس كسبنا الزمالك من الفترة مبارح كسبنا هليوبلس 32-12 نتيجة كبيرة يعني الفرقة ماشي كويس الماتش تلعب على صلات الأميرة عبدالله الفيصل بأهل الجزيرة وكانت بنتيجة الشوت الأول خلص نتيجة 19-7 وطبعا نادي الأهلي كده فاز بكل مبارياته اللي فاتت برصيد 27 نقطة كسب منوف الرياضي حلوان العام شامبين الرحاب هوليدو 6 أكتوبر التيران الزمالك الجزيرة هليوبلس فرقتنا ماشي كويس اللي عايز أقوله لكم إنه الشمس الزمالك كسب الشمس وإحنا كسبنا الزمالك يعني فالرؤية الفنية كده الحمد لله إن إحنا ماشيين كويس وخلي بالكو الشمس هو حامل اللقب من الموسم اللي فات فإحنا بالمنظر العام كده إحنا إيه الحمد لله ماشيين كويس كل التوفيق لكابتن يحيا يوسف المدير الفني واللعبات أيضا نروح لكرة السلة رجال يمكن تعرفين طبعا فيه خمس لعبين نضموا المنتخب الرجال لكرة السلة في الباقي طبعا بيتمرن مع كابتن أشف توفيق رفع الحمل البدني بشكل كبير عشان يجهز اللعيبة طبعا عشان اللي جايين من المنتخب لما ييجوا يبقى ما فيش فرق سرعات ما بين اللعيبة اللي في الفرقة واللعيبة اللي جايين طبعا اللعيبة اللي في المنتخب عمر الجند عمر طارق حتم البحيري إهاب أمين محمد أبو النصر وزا ما قلنا لحضراتكم قبل كده المنتخب بيلعب تصفيات المنطقة الخمسة في الفترة من سبعة عشر تسعة عشرين في اسكندرية كل التوفيق لفرقنا طبعا فرقنا دي الأهلي وأيضا كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله ينجح في التآهر خلينا أقول لكم إن المجموع أو تصفيات المنطقة الخمسة أربع فرق هيتآهل منهم تلاتة دي الجولة الأولى وفيه جولة تانية هتتلاقي في أحد الدول التانية برضو عشان ياخدوا أول تلاتة هيتآهل وطبعا منتخب مصر بكل إن شاء الله سهولة هيتآهل بشكل كبير لنهايات أمم أفريقيا خلينا نروح لشباب طائرة الأهلي بقيادة الكابتن حسام شعراوي فازوا على الطيران تلاتة اتنين كانت نتيجة كبيرة وكان ماتش كلوس جيم جدا والماتش تلعب على صالة نادي هولوليدو بمصر الجديدة الفرقة عندها ماتش كان النهاردة مع وادي ديكلة وكسبنا النهاردة أيضا مع وادي ديكلة الحقيقة طبعا فريق ماشي كويس تحت 19 سنة ده مهم ودايما متابع الفريق فرق الشباب لأنه زي ما قلتلكم فرق الشباب دي بتبقى هي دايما محط أنظار المديرين الفنيين عشان يستعينوا بيها في الفريق الكبير كل التوفيق للفريق وكل التوفيق لكابتن حسام شعراوي طيب نروح كنا ونالكو الحلقة اللي فاته وكانت معنا عبر الهاتف دعاء الغباشي اللي هي لعبة النادي الأهلي للكرة الطائرة واللي بتلعب أيضا بتمثل النادي أيضا في الكرة الطائرة الشاطئية فريق النادي الأهلي طبعا كرة الطائرة الشاطئية بندي قالي قدر أن يفوز بالمحاحة الثالثة من بطولة الجمهورية وليتلعبت على ملاعب نادي الأسرة الفرنساوي التابع لهذه القناة السويس بمدينة الإسماعيلية فريق الاهلي ضم من صفوفه ضعاء الغباشي وفريدة العسئلاني واللي بيقدمه مستوى هايل سواء جوه الصلاة او في الكرة الطائرة الشاطئية الاهلي جي في المركز الاول بعد ما كسب النهائي زوج الصيد ولكن في الترتيب العام احنا جايين التالت جايين التالت ليه؟ لان اول دورة او اول تصفيات او اول مشاركة كانت في برسعيد النادي الاهلي ما شاركش فطبعا احنا ماشيين بخطة سابتة وان شاء الله هنطلع للمركز الاول في البطرات القادمة كل التوفيق طبعا لسيدات او فتاة الزهب سواء داخل الصلاة او خارج الصلاة الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن دينا مشرف تنس الطاولة للسيدات دينا مشرف بنت النادي الاهلي واحد الطيور المهاجرة واليعني سفيرة المصر فوق العادة وسفيرة للنادي الاهلي ايضا دينا مشرف اتأهلت لكأس العالم للسيدات واللي بتلاعف في الصين في مدينة ويهاي من الفترة من تمانية الخاي لغاية عشرة نوفمبر طبعا اتأهلت دينا مشرف بعد ما اخدت بطولة افريقيا اللي اتلاعبت في شهر فبراير قبل جائحة كورونا واتأهلت على طول مباشرة لكأس العالم كأس العالم في 21 لعبة من ضمنهم دينا مشرف وده شرف كبير جدا ان مصر يتم تمثيلها في عظماء تنس الطاولة وانتعارفين طبعا الصين بشكل كبير بتسيطر على اللعبة دي خلينا اقول لحضراتكم ان دينا خسرت من الكورية سوهو هيوان خسرت اربعة واحد في المباراة الاولنية وخسرت ايضا في المباراة التانية من سوكس برناند سوكس برناند دي لعبة رومانية من احد الابطال على مستوى العالم خسرت اربعة تلاتة بعد ماتش مارسوني كبير الماتش ده بتاع سوكس برناند الماتش ده لو كانت كسبته دينا كانت هتتأهل للدور الستاشر يعني الماتش الاولاني ما كانش مؤثر قوي ولكن الماتش التاني لو كانت كسبته اللي خلص اربعة تلاتة فالحقيقة يعني حتى خسارة بتعم الفوز وخلينا اقولكم ان ده تمثيل مشرف جدا اللي دينا في البطولة دي واحنا بتمنى لها كل التوفيق ونتمنى ان شاء الله الفترات الجاية اكيد هيبقى فينا تاج احسن يعني دينا لما لو كانت وفقت في هذا الماتش قدر الله ما شاء فعل طبعا كانت هتطلع تبقى من احسن 16 لعب على مستوى العالم هو انجاز تاريخي كانت هبقى لدينا مشرف ولكن الجايات يا دينا كتير وان شاء الله ربنا معاك وهوفقك في اللي جاي بإذن الله هنروح ليه طبعا للسكواش انتوا عارفين طبعا للسكواش زي ما احنا قلنا مرانا وتكرارنا للسكواش لعبة يعني من الالعاب المهمة جدا في مصر واللي بنتمنى من كل قلوبنا ان هي تبقى يعني تخش تبقى في الولمبيات او لعبة المهمية لانها هتحصد لمصر مديليات كتير جدا تم اللاعبين من الاهلي انضموا لمنتخب او معسكر منتخب الناشئين بالقاهرة مين هم تم اللاعبين سانا محمود مروان عسل اخو مصطفى عسل طبعا امين عرفي ابراهيم الاباني ادم 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 حول يوسف هشام سفر رفاعي فريدة وليد انضمام تمانية حقيقة ده يدل ان احنا ماشيين مزبوط في السكواش والحقيقة النادي الاهلي منذ فترة بعد يعني تم بناء مجمع السكواش ود اهلوية كبيرة جدا لللعبة دي وخرج من عنده ابطال ونجوم كتير وحصلنا على كووس ايضا محلية كتير جدا جدا المعسكر ده هيقعد لغاية اخر شهر 11 ويتمرنه في استاد القاهرة الحقيقة كده خلصنا اخبارنا داخل جودان النادي الاهلي هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل معاكم اخبارنا المحلية اهلا بحضراتكم من جديد كمين معاكم اخبارنا المحلية الحقيقة من يومين كده قرينا خبر الحقيقة اسعدنا جدا والخبر ده كنا حرصين احنا نجيبهه لكم في برنامج الابطال في اطار طبعا النهضة العمرانية اللي بتشوفها مصر في الفترة الحالية واحنا كنا زمان بنطالب مرانا وتكرارا ان احنا يبقى عندنا مجمع للتنس نستطيع من خرياله استضافة بطولات كبيرة في التنس زي بطولات الجراند اسلام ومصر الحقيقة عندها من القدرة انها تستوعب ده شوفنا الحقيقة صور صور انتوا شايفينها دي الحقيقة اللي عندها سيئة القوات المسلحة بدأت في انشاء مجمع تنس عالمي هيكون في المدينة الولمبية في العاصمة الادارية الجديدة مجمع التنس ده بتعمل عشان مصر تقدر تستضيف اكبر البطولات العالمية على غرار بطولات الجراند سلام الكبرى مصر فيها نهضة عمرانية كبيرة زي ما قلت لحضراتكم بتشوفوها وبتلاحظوها في كل مكان وبإذن الله مصر هتكون كبيرة الاحداث الرياضية العالمية في الفترة اللي جاية شوفوا يعني الصور المجمع كبير جدا واحنا كنا نفسنا زمان احنا كنا زمان زعلانين قوي ان السنتر كورت اللي في نادي الجزيرة اللي كان بيستقبل بطولات الكبيرة في التنس تم تغييره بقى مالعب باسكت وبعد كده رجع تاني تنس وبقاش يستضيف البطولات الكبرى ولكن الحقيقة انشاء مجمع للتنس ده هيدينا الفرصة ان احنا ان شاء الله في القريب العاجل نقدر نستضيف بطولة كبيرة ونحطها على جدول اتحاد الدولي للتنس الارضي وتبقى بطولة عالمية على غرار طبعا البطولات الجراند سلام الكبيرة خبر حقيقة فرحنا جدا وكنا حرصين نجيبه لحضراتكم علي الصاوي نجم منتخب مصر القراتي خليكوا فاكرين الاسم ده كويس احنا دايما بنحط الدوق اذا ما حطينا قبل كده على محمد صفوة وطمير الشريف وحطينا على ابطال كتيرة جدا وابطال علعاب القوة اللي في نادي الاهلي علي الصاوي لعب وانتخبنا الوطن الاول القراتي والمصنف التاني عالمية في وزن تحت 67 كيلو بيستعد بقوة عشان يشارك في البطولات العالمية اللي جاية علي من المرشحين للسعود الأولمبيات اللي جاية بقوة جدا لا ومش بس كده ده مرشح كمان ياخد مديليا أولمبي خليكوا فاكرين ايه اسم ده طبعا حضراتكم عارفين ان القراتي بقت لعبة أولمبية في الأولمبيات اللي جاية وعندنا بطلة مصر ونجمة النادي لأهلي الدكتورة جانا فاروق واللي ضمنت السعود للأولمبيات كأول مصرية وعربية وافريقية تصعد للأولمبيات في التاريخ خلينا اقولكم ان احنا عندنا ابطال في القراتي بقى لهم سنين طويلة يعني من يمكن مصنفين الترتيب التاني التالت الاول في القراتي والحقيقة دخولنا اللمبيات او دخول القراتي اللي بتبقى دورة أولمبية الحقيقة ده ممكن يدينا في الدورة أولمبية ممكن يدينا ادفانتش نحن اخد مديليا او اتنين وعلي الصاوي وجانا فاروق على رأس اللاعبين دول اللي هم يعني مرشح ومرشحين وبقوة يحصلوا على مديليا في اللمبيات كل التوفيق لعلي الصاوي ان شاء الله هنروح للتنس الارضي مع محمد صفوط اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده 29 سنة لعب مصر في التنس الارضي هيطير طبعه لعب ودي دجلة سافر انبارح لامريكا عشان يشارك في بطولة التحدي الدولية للتنس دي صور محمد صفوط محمد صفوط هيشارك في البطولة دي وبعدها هيطلع البرازيل عشان يكمل سلسلة بطولاته الدولية صفوط عن 29 سنة كان كسب في شهر 8 اللي فات بطولة دولية تلعبت في استراليا وبعدها شارك في رولانجا روس وانتفاقين طبعا القصة اللي شارك بسببها انه هو بعد اعتذار 3 لعبين من المشاركين في البطولة تم تأهيله وده كان انجاز كبير جدا لمحمد صفوط وكانت معاه طبعا ميار الشريف لعبة النادي الاهلي ومصر هنروح لخبر متعلق بالضيف طبعا اللي بشرفنا النهاردة الكابتن سامح حمدي وهو انتخابات اتحاد الكرة الطائرة 25 مرشح قدمه يمكن من 1 نوفمبر ل 6 نوفمبر تم فتح الباب والباب اتقفل انبارح وتقدم 25 مرشح في مراكز او مقاعد مختلفة فهنلاقي في الرئاسة تقدم طبعا كابتن فؤاد عبدالسلام وكابتن شريف الشمرلي وعبد الحميد الوسيمي واحمد عبدالدايم خلينا اقول لكم ان كابتن عبدالدايم بيشغل منصب المدير التنفيذي دلوقتي وكابتن فؤاد عبدالسلام كان المدير التنفيذي انا اسف وكابتن فؤاد عبدالسلام كان الرئيس السابق وكابتن شريف الشمرلي مدير فن المنتخبات المصرية كابتن حميد الوسيمي طبعا اسم كبير جدا في كرات طائرة دول قدموا رئاسة وعندنا طبعا تلاتة تقدموا في منصب النائب طبعا بنت النادي الاهلي كابتن هناء حمزة وعمر مخلوف ايضا ابن النادي الاهلي يوسيف ابو النجا ونفس الكلام في مقعد امين الصندوق وهم هوايدا مندي هوايدا طبعا لها باع طويل في الاتحاد الافريقي لما اتذكر مدير تنفيذ الاتحاد الافريقي وشاهد الاتحاد الافريقي طفرة كبيرة جدا في عصرها هوايدا مندي وأمير عبدالسلام وعيدة اسماعيل وكان قابلهم طبعا أمير عبدالسلام قلناها خلاص أما على العضوية فتقدم خمستاشر مرشح وهو محمود الفئي المستشار أحمد البنة أحمد الشموتي شوكة صابر تامر بيبر السردة الغزالي حاتم شعلان محمد فرح عادل مغاوري حسين السرجاني أيمان عبدالرحيم أحمد الشناوي منير عطية وخالد أبو المعاطي طلعت التبشي وطبعا انتخابات هكون 11 سبتمبر ديسمبر وطبعا هنتكلم عليها باستفادة أكيد هكون معنا كابتن سامح حمدي وهنشوف الانتخابات وإيه الاستعدادات هتتعاملة إزاي وإزاي هتم اعتماد المرشحين والمناديب والقصة الطويلة دي وكده الحقيقة نكون خلصنا أخبارنا المحلية نروح طبعا لأخبارنا العالمية طبعا فيه الخبر ده المتعلق شوية بانتخابات الرئاسة في أمريكا طبعا انتعارفين كان لبرون جيمس والفرقة الرياضية كانت مقطع زيارة البيت الأبيض وكان فيه بروتوكول بتعمل بعد ما أي بطولة أو أي فرقة بتاخد بطولة الان باي بتروح البيت الأبيض تتصور ولكن بعد يعني مقاطعة طبعا دي صورة لبرون جيمس حتى على صفحته للمرشحين الاتنين كان بايدن وكان طبعا ترامب وده بلوك على فكرة اللعيب اللي لا بسسود معلش خلوا الصورة دي شوية يا جماعة اللعيب اللي لا بسسود ده في الحقيقة هو لبرون جيمس واللي أصاده كان لعب كان بلوك حاسم في مطش اللي هم سبيرز لا سوري أنا آسف جولدن ستيت ووريورز وكان إكوادالا وكان البلوك ده اللي برون جيمس ادقى الإكوادالا وكان بلوك حاسم في البطولة دي فالليبرون جيمس صرح على صفحته وقال إن المقاطعة انتهت وإن إحنا جاهزين لزيارة البيتلابية طبعا بعد فوز طبعا بايدن بالانتخابات وكانت الفرقة طبعا قطعت أنت طبعا ده كان بروتوكول دايما بيبقى موجود وطبعا كان الفرقة الرياضية أو فرقة الام بي طبعا في لعبة الكرة القدم الأمريكية ميجان رابينو برضو قالت وعرابت عن فرحتها بفوز بايدن واللعبة السابقة آبي وانبيتش وعملها كرة السلة ماجيك جونسون ده ماجيك جونسون طبعا اللاعب الأسطوري في كرة السلة برضو عبر عن سعادته بفوز بايدن وقال إنه جاهز طبعا لزيارة البيتلابية هناك في أمريكا الوضع مش بعيد عن السياسة للرياضة الموضوع هناك طريف جدا ودائما منحب نجيب لكم طبعا يعني الحاجات اللي بتبقى طريفة يعني لكم هنروح على التنس الأرضي زي ما أنتوا حضراتكم عارفين إن بطولة باريس للأساتيزة بتتلعب اليومين دول خلاص الفاينال داخل النجم الألماني الشاب أليكزندر صعد للنهاء بعد ما فاز طبعا على أملاق اللعبة رفايل نادال خلينا أقول لكم دي مفاجئة المفاجئات قبلها بيومين كان خرج نوفاك النهاردة نادال بيخرج فاز أليكزندر بمجموعتين ستة أربعة سبعة خمسة وعايز أقول لكم المطش ده بعد نادال عن قمة التصنيف العالمي المطش ده خرج نادال برا للتصنيف وطبعا هيلعب النهائي طبعا أليكزندر بكرة تقريبا إن شاء الله تقريبا إن شاء الله ستة ماتش كانت مفاجأة كبيرة الحقيقة وطبعا الطرف التاني بقى في النهاية هيبقى الروسي دانيال واللي فاز طبعا على الكندي ميلوس وكايت مجموعتين برضو ستة أربعة وسبعة ستة وبالفوس ده دانيال رسخ عقدته أو رسخ عقدة طبعا ميلوس لأنه كل المقابلات اللي فاتت دانيال فاز على ميلوس ثلاث مرات الحقيقة بتبقى عقدة للعيبة كده الموضوع بقى يعني شبه عقدة بين الاتنين لعيبة الشمكة yeah شخصs أبوك شخص شكرا شخص شهرا شخص 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 شرك شخص 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 من يومين كمان الاتحاد الدولي للتينس أصدر نشرته للتصنيف العلامي التصنيف العلامي فضل دوكوفيتش وسامبراس في تساوف الحصول على المركز الأول دوكوفيتش اللعيب السربي طبعاً ده صرته الحقيقة نوفاك الدنيا مش مظبوطة معها من ساعة بطولة أمريكا لما خرج في شكل دراماتيك لما الكرة جات في عين الحكم واستبعد من البطولة وكمان بطولة الأساتيزة خرج في باريس خرج من البطولة فالدنيا مش جاية معها سامبراس طبعاً عايز أقول لكم بيت سامبراس بيت سامبراس ده لعب سابق وهو كان تساوي مع بعض في إيه إنه قاعدوا ست سنين متصدرين الصدر طبعاً كلنا فاكرين بيت سامبراس ده كان لعب يعني أسطوري وخلينا أقول لحضراتكم إنه طبعاً يعتبر ديكوفيتش عمل إنجاز كمان إيه هو إنه حصل على تصليف العلامي أو على قمة تصليف العلامي عن 29 سنة فهو أكبر لعب في التاريخ يحافظ على ده لا أنا آسف 33 سنة فطبعاً 33 سنة ده سن كبير في التنس فكله يحافظ على تصليف العلامي الموضوع كان صعب وتساوي طبعاً ما زي ما قلت لحضراتكم مع بيت سامبراس اللعب اللي إحنا جبنا صورته من شوية وزي ما قلت لكم خروج ندال من المطش اللي فات اللي كنا ورانا حضراتكم جبنا لقطات منه ده ساعد كإيجام جداً ديكوفيتش عشان يحافظ على صدارة الترتيب العلامي هنهخوك ونروح على الخيل طبعاً الخيل أوثنتيك تفوز بسباك برايز طبعاً للخيول الحقيقة حاجة ممتعة جداً وطبعاً دخل في الخيل أوثنتيك دخل في المركز الأول بفارق عن الخيول الباقية الحقيقة كان سبق جميل جداً لتابعه كان يستمتع به جداً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الخيل العربي الأصيل هو مصدره هنا في مصر الحقيقة كده انتهت أخبارنا العالمية خلينا اطلع لفاصل سريع وارجع في الفاصل نستقبل طبعاً ضفنا الكابتن سامي حمدي عندنا كلام كتير هنقوله عن الكرة الطائرة والاستعدادات للانتخابات وازي اديرت الفترة الفاتتة ولكن بعد الحصر اهلاً بحضراتكم من جديد في البداية برحب بضيفي الكابتن سامي حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة الطائرة واللي ادار الاتحاد فترة عصيبة وايضاً هو شقيق الكابتن حسن حمدي وننور للسوديو يا كابتن الله خليك يا كابتن هاسم ودي فرصة عيدك واسم ان احنا ان شاء الله نقدر نعب على العنشوات حاجات عملناها يعني ان شاء الله يا كابتن وحادتك مشرف قناة النادي الاهلي ويعني حادتك من الناس العزاز جداً على قلبي وقلبي الكثير من الاحلاوية يا كابتن الف شكر شكرين جداً طب كابتن احنا جهزنا زي تقرير كده يعني عن رحلة حادتك مع اللجنة المؤقتة والمجهود لحادتك بوزة نشوف التقرير ده ونرجع لبعض ده ان شاء الله عزيزي المشاهدين نروح للتقرير اللي قامناه او عمله فريق الابطال خصيصاً لكابتن سامي حمدي نشوف التقرير ورجع لحضرتك كتير سامي حمدي قائد الطائرة المصرية نحو الامان والاستقرار نجح الدكتور سامي حمدي في قيادة الكرة الطائرة المصرية الى بر الامان رغم توليه المسئولية بشكل مؤقت الا انه تمكن من ادارة اتحاد الكرة الطائرة في توقيت غاية في الصعوبة وجاء سامي حمدي على رأس اللجنة المؤقتة المعينة من قبل مسئولي اللجنة الاولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لوضع خطة تنفيذية مدروسة لاعادة الكرة الطائرة المصرية الى منصات التتويج القارية والعالمية بالاضافة للعمل على معالجة اوجه القصور المالي والاداري الموجودة بمنظومة اللعبة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الاجواء لوضع الكرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح تولى سامي حمدي الذي كرس حياته لخدمة الكرة الطائرة المصرية المهمة الثقيلة بالعمل في صمت دون ضجيج محددا موضع العلة والعمل على التدخل الجراحي الا ان الرياح اتت بما لا تشتهي سفن الرجل المتمرس بعدما تزامن قرار تعيينه مع توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد لم يستسلم صاحب القدرات الادارية الكبرى والتي تعلمها في النادي الاهلي اعرق المدارس الادارية في مصر والشرق الاوسط وقرر طرق كافة الابواب لتنفيذ المهمة على الوجه الاكمل فقام بتصحيح المصار واعاد الاستقرار لأسرة الكرة الطائرة المصرية ورفض رفضا قاطعا الغاء الموسم الرياضي للكرة الطائرة بالتزامن مع توجه الدولة في عودة الحياة الى طبيعتها في شتى المجالات ومن بينها الرياضة مع تطبيق بروتوكول صحي واجراءات احترازية مشددة فعادت الحياة الى مصابقات الكرة طائرة على صعيد الدرجة الاولى وكذلك مراحل الشباب فكان سامح حمدي حاضرا في تتويج الماسترز ببطولة الدور العام رجال وهي البطولة التي نجح نصور القلعة الحمراء في التتويج بها قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة وكذلك التتويج بلقب بطولة كأس مصر وعلى صعيد السيدات فقد نجحت سيدات الذهب بالنادي الاهلي في الحفاظ على عرشهن والتتويج ببطولتي الدور وكأس مصر بالاضافة الى بطولات الشباب والانسات ليحقق سامح حمدي نجاحا رائعا في ادارته للاتحاد المصري للكرة الطائرة بعدما أعاد النشاط الرياضي في مختلف المسابقات ووضع استراتيجية العمل في الاتحاد للفترة المقبلة مع التمهيد لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس منتخب للاتحاد المصري للكرة الطائرة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية توكيو والمزمع عقدها بحلول العام المقبل ليواصل سامح حمدي جهوده في خدمة الرياضة المصرية بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص بكل تجرد وإنكار لذات ودون مطامع في مناصب فجاءت قراراته بمثابة أهداف حاسمة لتعديل مصار اتحاد الكرة الطائرة وهو ما نجح فيه بالعلامة الكاملة أهلا بحضركم من جديد دكتور سامح يمكن نبتدي القصة من البداية كيف عارضت عليك اللجنة المؤقتة وليه حضرتك قابلت بهذه المهمة هي الحقيقة هي تعرضت علي في اللجنة وكان قرار اللجنة الأولمبية أنها تكون من خمس أفراد الخمس أفراد دول كان بأمانة كان الاختيار بيتم عن طريق اللجنة الأولمبية فأنا رفضت الكلام ده وقلت أنا ليه اختياراتي وانتوا ليكوا اختيارات لغات لما وصلنا أن أنا أختار نص المجموعة وهم يختاروا نص المجموعة الخمسة أنا اختارت اتنين وهم اختاروا اتنين وبعد كده الحمد لله توصلنا أن تكون إحنا الخمسة موجودين وفجأت اللجنة الأولمبية بتقول في خنام وفي العراء وكده والحمد لله وصلت المرحلة دي أنا مجذبش عليك أنا كنت متلدد لسبب تلد الأوضاع في كرة الطائرة كان رهيب عشر سنين كاملين مجالة إدارة بتاعت حل منتخبات بتاخد للأسف مركز متأخرة يمكن أنا كنت في 2004 كنت أعود في مجلس الضارة تحت كرة الطائرة مخسرناش بتقول أفريقيا من 2004 إلى 2008 اللي هي الفترة بكل بطاعة أفريقيا كنا بناخدها وصلنا كاسعالم وصلنا يعني الحمد لله كان فيها متردد لكن التردد اللي حصل بقى في كرة الطائرة بعد كده يتحل مجلس وبعدين جمال يقاطع وبعدين يتعاين مجلس وبعدين يتحل ويجي مجلس تاني وبعدين يتحل تاني فالحقيقة كنت متردد بس الحمد لله يعني حاسيت أن المجموع اللي معايا ممكن تعمل حاجة وقبل حدق مطب كبير وطبعا وفات كابتن جابر عبد العاطي وكمان كان فيه أحد المستشارين ما حددتك في الليلة بالضبط المستشار أحمد البنة ما كانش يخد مفقة القضاء وبالتالي يعني أحمد البنة ما جايش وكابتن جابر الله رحمه كان تعبان برضه صحيا فما كانش برضه متواجد قوي فوجهتنا صعوبة يعني وكملت العدد خمسة بس كمان العدد متأخر لكن كمان احنا اشتغلنا الخمسة أكثر الأوقات بس هو يعني يقال أن العدد برضه كان أولايا كابتن وده كان عرض برضه لبعض قرارات لي ممكن لبطلان أو حاجة زي كده ولا ده ما حصلش يعني هل العدد كان قانوني لا أنا أحكي لحضرتك عشان بالمناسبة حكاية بطلان القرار هو في مجلس دارة واحد أبتل قراراته وده لسبب يعني كان إداري وتعاد نفس المجلس كما هو تعاد زي ما هو بالزبط بالزبط أعمى واخد موافقة الوزارة ولجنة العلمية يعني عملته بشكل قانوني مرة تانية بنفس قراراته بنفس كل شيء ما تغيرش فيه شيء هو المحضر رقم 6 كان تم رفضه وبعدين بتزبطه يومين بتزبطه عملت جلسة طريقة لإعادة المحضر كما هو منعش أنت عرفه الجلسة الطريقة بتبقى بتناقش باند واحد بس صحيح الباند واحد بس كان هو إيه كان هو مجلس إدارة رقم 6 فتناقش كما هو ورجعك زي ما هو ما تغيرش فيه إذا إداريا قررت نفسه وكل شيء واخدت الشكل القانوني الكامل طبا كابتن كان برضو فيه برضو في مركز تسويات تحكيم رياضي برضو تمنى حضرتك برضو تقول لنا عليها في التصنيف كان بعض الاندية كانت حاسة أن هي مظلومة في التصنيف فخدوا قرار مش مركز تسويات تحكيم رياضي برضو حضرتك برضو قول لنا القصة دي كانت مشى زي بالزبط هو حضرتك إحنا لما جبنا التصنيف ما قدناش نحصل عليه اللي كان موجود أصلا في مكتب مدير التنفيذي لأن مدير التنفيذي كان يعني خلاص يعني مشى من الاتحاد وكان قافل على مكتبه والحقيقة عشان كنا نقدر نستلم المستندات والحاجات والخدم خد وقت طويل طبعا محاضر القصة دي عشان تثبت كل حاجة فيها بالزبط فلما مسكنا شفنا التصنيف ودقينا أن فيه أندية ما كانتش متصنفة فصنفناها يعني في التصنيف وبعدين ظهرت حاجة تانية بعد كده في التصنيف أن الأندية اللي هي للأسف اللي هي كانت تصنفت واحنا وكننا سايبانها ما كناش جايبها للأسف كان فيها عملية تزوير لما قيمة كبيرة زي حددك تقول كده وقيمة إدارية كبيرة زي حددك تقول كده وما يشهد الجميع يعني لحددك بالنزاهة والكفاءة الإدارية يبقى الموضوع كان صعب بالزبط احنا اكتشفنا أن أندية دي لعبت على الورق ما لعبتش حقيقة على ملاعب ولا حكام والحكام اللي أداروا فإحنا المستشار القانوني بتاعنا جاب عمل تحيق مع الحكام وعمل حاجات جدا أنا هقول لك حاجة غريبة جدا يعني في أول مرة أشوفها في حياتي في الرياضة يعني حكم أو حكمية بتحكم تلات نطشات في تاريخ واحد في وقت واحد في محافظتين ده حاجة جميلة جدا الحمد للنها اكتشفناها يعني بص حادتك وصلت لقيا كابتن معي يعني إحنا لما نقول قيمة كبيرة وحادك طبعا يعني يعني أخه طبعا كابتن حسن حمدي القيمة الكبيرة كمان لما توصل لغاية أن أنت تشوف الحكم اسمه ايه أو الحكم اسمها ايه يعني أنت نزلت بليبل دخلت جوه بقى زي ما بيقوله وصلت لبداية الأمر فده حاجة تتحس بحادتك جدا واللي احنا قلناه كنا على حق إن حادتك بترد للتحاد تاني للزبط والربط الإداري والحقيقة أنا عايز أقول لحدك كام المجموعة اللي معايا مجموعة أنا في حساباتي مش هتتكرر تاني كنا متفقين على كل شيء وكانت قراءنا واحدة وكانت قراراتنا كلها واحدة تقريبا يعني وانا اكتشفت بصراحة هم يعني طلوا عندهم خبرات عالية جدا 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 يعني باشمانس ايمن غذلان اللي هو أمب أعمال المدير التنفيذي وكان عندنا الدكتورة ناديا رشوان وكابتن سام إبراهيم وكابتن هام عاثمي كانوا يعني بصراحة كنا مجموعة احنا الخمسة كلمة واحدة لغاية لما بدأنا بعد كده الباشمانس هشام حطب عرض علينا احنا لدينا نكمل سبعة فكملنا من الشباب كانت تفكيرنا نحنا نجيب بقى دم شباب يدخ أفكارهم وماشاء الله أفكارهم رائعة شريهان سامح كانت كابتن منتخل مصر ومحمد المهدي برضو باشمانس محمد المهدي بصراحة استفدنا برضو مقرأهم برغم أن حضروا كم جلسة يعني اللي أنهم بصراحة كان مواقف جميلة جداً جداً كابتن برضو لقينا أزمة عرضت ليها كن برضو حدك كان لي كل الصلاحيات وحاولت طبعاً يعني تغير المدير التنفيذي وقابل حددك الموضوع ده يمكن خد كتير ومجود منك كتير جداً يعني حدك يعني حدك قل لنا أي قصة الموضوع ده برضو الحقيقة احنا بدأنا حدسينا أن ما فيش توافق ما بين إدارة المدير التنفيذي وإدارتنا فعدم التوافق ده أدى إلى سوقفه وسوق الفهم ده أدى لأنه هو يعني يشتكينا وهاجمنا فبالتالي احنا فكرنا احنا جاينا نصلح لعبة مش جاينا نهاجم ولا نجينا ولا جاينا نتقاصم ولا جاينا فعيننا مستشار قانوني وإن الموضوع يبقى تحت إيده المستشار قانوني وصل بالضبط وصل معاه والتحقيق ووصل بعد التحقيق وخدنا قرار أنه هو يستبعى وليه كل الصلاحيات طبعا حدسيك رئيس الاتحاد وكل الصلاحات ليه خاصة أن حدسيك مش نازل الانتخابات يعني حدسيك مش نازل الانتخابات وبتدير للمصلحة طبعا لأن اللجنة كلها حضرتك موقعة لأنها مش هتنزل الانتخابات ولو أن ده حق دستوري لكن كلنا اتفقنا أن احنا هنمشي طبعا بالضبط وعايز أقول لحضرتك حاجة والله أنا بضرب بحضرتك وبالإدارة لللجنة المؤقتة المثل يمكن شفنا يعني فيه اتحادات أخرى بدون ذكر أسامي حصل مشاكل وكان لجانة مؤقتة وبتاعه ولكن حضرتك مشيت بزبط وربط والحقيقة إحنا لسه عندنا برضو كلام كتير يحتاجين نعرف المحضرتك بس هنطلع لفاصل سريع عزيزي المشارين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع القيمة الكبيرة أهلا بحضراتكم من جديد ومن راحب بضيفنا للمرة التانية الدكتور سامي حمدي رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة الطائرة أهلا بيك يا كابتن المرة التانية ويمكن حوارنا يعني عايزين نبرز المشاكل طبعا لقابت حضرتك وإزاي تغلبت عليها يمكن من أبرز هذه المشاكل هي أزمة كورونا وعودة النشاط وحدا كنت من أوائل اتحادات لم يكن أولها على الإطلاق خدت قرار بالعودة مش كده بس وتشكيل المنتخبات واللعيبة كلمنا على الكرسة يا كابتن هي الحقيقة إحنا لما اجتماعنا تقول لك اللجنة ما شوء الله كلها كانت متفكين على الرأي واحد بس إحنا جايين نصلح نصلح يعني إيه يعني لازم نوسم يكمل والمصلحة مين مصلحة بناتنا وولادنا في حاجة اسمها الحافز الرياضي الحافز الرياضي ده لو ما لعبوهوش ما بيخدوهوش ففكرنا إن إحنا هنعمل وصدفتنا مشكلة جمدة جدا أنا كابتن هاي سمي طبعا تعالف رجل رياضي وعارف إن الولاد هيخرب سنوية عامة وهيدخلوا فطرة إعداد بسيطة أوي ويرعبوا المباريات فكان فيه أندية معترضة بس عندنا معترض دي ملهاش في الحافز الرياضي يعني فأنا اللجنة عندنا صممت إنه لازم هنعمل حافز الرياضي وبالإعداد الفطر قيلة علشان كل واحد ياخد نصيبه في الدرجات اللي هي ممكن تساعده بعد المجود ده كله طول سنة تروح منه درجات فعملناها الحمد لله وكملناها أول اتحاد خاد قرار بعودة أنا فاكرة دي ممكن في شهر سبعة كان الناشئين والناشئات بلعبوا وده كان إنجاز كبير جدا وكمان المنتخبات أيضا يا الحادق دلوقتي تشكيل منتخبات التجميع المنتخبات برضو كلمنا عن القصة دي برضو لأن المنتخب مصر هو الهدف الأكبر لنا كلنا بالضبط بس أعني إذا كمل بس حكاية تكملت الموسم فإحنا أنا ما بنعملش حاجة تلقائية كده إحنا جمعنا كل الأندية وأخذنا قراءهم بس القرار كان قرار لجنة أخذنا قراءهم فيه طبعا زي ما حضرتك عارف ناس قالت لأ مش هنلعبوا مش هنقدرين وناس قالت لأ مش مستعدين وناس قالت لأ نعم فإحنا أخذنا قرار لمصلحة اللعبة إنه لازم الدوري والكاس يكمل خلي نقف على دي يا كابتن حداك جماعة الأندية مش عشان ياخدوا القرار عشان تسمع منهم بس وحداك اللي خدت القرار واللي كان مصلحة القرار أو القرار المصلحة العامة هو استئناف النشاط يعني أعدك مع الأندية عشان فيه اتحادات أخرى عملت عكس كده أعدت مع الأندية عشان هم اللي ياخدوا القرار لا إحنا أعدنا عشان نسترشد بأراءهم وقراراتهم يمكن حاجة غايب عندي والقرار الصح بالظهر والقرار الصح اللي هم بيقولوا مشي وبعد كده معلش حصلت برضو حاجة إن إحنا لما بدأنا نعمل الليحة تغيرت فيها فإحنا جمعنا خبراء اللعبة الكرة الطيرة في مؤتمر وأعدنا معاهم في الأستاذ وأخذنا أراءهم برضو وأنا فاهمتهم يا جماعة دي أراءكم على عرنا ورصنا لكن القرار قرار التحاد قرار اللاجنة المؤقت وقد كان الحمد لله يعني شبه اتفاق والله على القرارات والحاجات اللي هي طالما اللغة المصلحة مش هتلاقي اختلاف بالظبط هي بس لنا المصلحة لعبة بس لنش المصلحة أشخاص صحيح حضرتك يمكن هنيجي لموضوع الليجان كمان شوية حاب أشرح لك بالظبط اللي حصلت في الليجان والكلام اللي حصلت أنا أول ما مسكت حسيت أن فيه لجان للأسف مرتبات على الفاضي ومفيه شغل له منتخبات وقفة وأندية وقفة وكل حاجة وقفة طب أنا خلي الليجان ليه مرتبتهم خمسين ألف جنيه في الشهر فبالتالي حالت كل الليجان للأسف بقى وجهته بحرب ضارئ ليه أنت مشيت موظفين والدولة ضدنا أنت مشى موظفين موظفين أي يا جماعة للجان إتحاد من حقه يعين لجان ويشير لجان الليجان دي عشان إيه عشان نشاط طب هو الضغط ما فيش نشاط يبقى أنا أخليهم ليه عبق على زينة للتحاد بالضبط كده بالزيناء أنشاهد ذلك الاتحاد نديوم لكي كان كم لجنة عند حضرتك؟ كان فيه حوالي خمس لجان خمس لجان أو أربع لجان يعني الحمد لله ما تحلوا كلهم والحمد لله ما فهم شوالا موظف بس الأصف طبعا برضو يعني حصل مشاكل شوية مع يعني لجنة أولمبية قالت نحنا فيه موظفين لا رحنا وعملنا جلسة استماع ووضحنا وجبت أوراق ما فيش موظف واحد خرج برا وده حق أصير لرئيس الاتحاد واللجنة طبعا بتضبط إن هي بتدير اللجنة وبتدير الاتحاد من وجهة نظرة إدارية بتضبط إنما أي موظف متعين على قوة الاتحاد حداك ما تسانيتش عنه ووضحتم طبعا حداك أكيد هيقابل ده أكيد بطيار شديد ضد حدتك أكيد طبعا وده الله حصل بس الحمد لله إحنا صمدنا وما سمعناش كلام حد إحنا كنا ماشيين في القرار اللي بناخده الحمد لله وكانش بيه نرجع فيه وقرار لو كان غير سليم كان اعترض عليه الوزارة واللجنة المنوبية لكن الحمد لله إحنا أغلب قراراتنا الحمد لله ما كان شوية اعتراضات وكل الحمد لله كل المجالس أدارة كلها اعتمدت من اللجنة المنوبية اعتمدت من الوزارة الحمد لله طبعا فيه شفية حاجات بيبقى فيه تعليقات طبعا لازم أي عمل عام في كده بالضبط طبعا طبعا أي حاجة خلينا نروح معادتك على نقطة مهية وهي الانتخابات التامل 11 ديسمبر إن شاء الله باب الترشيح تم فتح باب الترشيح تقدم 25 يعني 25 مرشح للمقاعد المختلفة بالضبط يمكن في الرئاسة دكتور خلينا نتكلم في الرئاسة دكتور فقد عبد السلام شريف الشمرلي عبد الحميد الوسيمة والكابتن أحمد عبد الدايم اللي هو كان رئيس الاتحاد رئيس تنفيذ السابق للاتحاد مدير التنفيذ مدير التنفيذ حدك طلبت يبقى فيه مندوب من اللجنة الانبية كلمنا عن الموضوع دا هي الحقيقة إحنا قلنا إيه إحنا عشان نكون الشفافية واضحة وتكون الأمور واضحة إن إحنا لا معه ولا ضد إحنا مع مصلحة لعبة مصلحة لعبة يعني إيه الناس اللي هتتقدم دي اللي من حقه يترشح أهلا وسهلا اللي مش حقه يترشح معه فعشان منشلش المسئلة إحنا لوحدنا فطلبنا من اللجنة الانبية إنه يكون فيه عضو من اللجنة الانبية يحضر فطرة الترشح اللي هي من السبت للجمع وحضر الحمد لله مندوب وحضر وكان هو المسئول عن فرز كل الطلبات والأوراق اللي متقدمة للترشح وكده وفتاع علشان دي نقطة نقطة تانية إحنا هنعمل مجلس إدارة يوم الاثنين بكرة إن شاء الله مجلس إدارة برعشان بحث الأوراق كلها اللي تقدمت لنا وبرضو فيه مندوب من اللجنة الانبية موجود يحضر الاجتماع والمستشار القانوني بتاعنا اللي احنا معينين الأستاذ راجح أستاذ محمد وهبة وهو مشروطه الأستاذ راجح المستشار راجح وليه عشان يكون الاجتماع قانوني وغير قانوني فيه حد من اللجنة الانبية بيقايد الكلام ده يبقى احنا ما فيش حاجة بنعملها أهنيك يا كابتن والله بجد أهنيك من كل قلبي أن الحقيقة ده يعني حاجة جميلة جدا الشفقية وزي ما بيقولوا العدل والكلام ده كله وأنا بهنيك يا كابتن بقى مانا ده حاجة جميلة طيب خلاص هتعتمد إن شاء الله اللي تعتمدهم بكرة إن شاء الله وهتبعت اللجنة الانبية تاخد الاعتماد النهائي للقيمة طيب دلوقتي يا كابتن فيه موضوع بيحصل فيه أو مدخل لحاجات كتير ومشاكل كتير وكان سبب في حل مجالس إدارات كتير المناديب مناديب الأندية اللي بتطلع بقرار مجلس إدارة وبتجيب استمارة المندوب نسخة عند حددك ونسخة في اللجنة الانبية هتتحقق من المنظومة دي إزاي في حين إن بيبقى لها وقت إسبوعين بتقدم فيهم بعد الإسبوعين ما بيبقاش ممكن تبقى هتتحقق إزاي من المنظومة دي وتربطها إزاي كتير هي دي أنا مش شافنا فيها صعوبة لسبب إن هي النسخة موجودة عند اللجنة الانبية ونسخة موجودة عندنا ومن طبيقهم على بعض وبعد كده هم أصلا بيجبوا النسخة بعد كده عندنا وبنجم من الجمعية بيبقوا موجودين الأعضاء وكل واحد بيودي النسخة بتاعته فمعتقدش هتبقى فيها مشكلة مشكلة حتى لو حد يقدم بعد كده خلاص هو بعد التوقيت خلاص توقيت طبعا كل حاجة ماشى بتوقيتاتها بالزبط يعني يوم مثلا ست هتخلص يوم اتناشر خلصنا ما فيش بعد اتناشر ولا صنطي يوم اتناشر خلصت وزي ما قلت لك دايما احنا عندنا مراقب من اللجنة الأولمبية ومن عندنا المستشار قانوني المستشار راجح يعني بصراحة سأني هنيك على الحتة دي ماشينا الحمد لله وانطلبت المستشار قانوني في وقت عصيب وقت كان في حل اتحاد سابق والحاجات دي فانت مجددك حد قانونا قوي عشان توصل لبر الأمان تفكر إداري سليم جدا جدا هنخلص من موضوع المناديب هنخش على طبعا التصويت ويوم الانتخابات ان شاء الله هداك هتعد اليوم ده ازاي هداك هتشوف ازاي طبعا بيقى فيه تأشراف قضائي على ما اعرف على طبعا وهتجرى فين هل هتجرى في مجمع الاتحادات برضو زماهية ولا هتجرى في مكان تاني يعني كلمنا عن يوم الانتخابات اللي بقى 11 ميسي هي السنادة احنا قلناها من مجمع الاتحادات لانها كان فيها شوية يعني شوية عقبات كده فنقلناها للقاعة الرئيسية في اللجنة الولمبية ممتاز عرفتها وطبعا خدنا الخطواتنا وبعتنا لهم ووافقوا وان شاء الله هتتعمل في قاعة رئيسية في اللجنة الولمبية وترتباتها موجودة سواء امنية سواء قانونية سواء ادارية يعني كل حاجة مترتبة بس ده برضو حيبان في مجلس إدراء بكرة ان شاء الله ايه الترتبات اللي هتتم وين بالزبط مع المستشار القانوني ومع منذوب اللجنة الولمبية طب كابتن احنا الاتحاد هيجي قعد سنة لغاية اللاورة اللمبية اللي جاية وبعد كده هتجرؤ انتخابات تانية هتبقى تحت اشراف الاتحاد اللي هيجده مظبوط ولا أنا غلطات لا بالزبط كده صح ها مش هوضر 4 سنين لا لا بالزبط هو هيقعد سنة واحدة وبعدها هيتعاد انتخابات تاني مع دورة توكيو عشان يعني إلا لو جد جديد بقى في قانون الرياضة أو القانون اللي احنا بتسمحها كل شوية الاتحابات طبعا السنة الجاية هتبقى بعد الدورة قالوا لهم بي طب كابتن بالنسبة للمنتخبات والاستعداد وتشكيل الأجهزة والكلام ده كله عايزين انا في حدكتة عملت مع الملف ازاي ده لان خلي بالك الناس من هاش علاقة قوي بالحاجات الإدارية ايه ما هو المنتخب حدكت عملت مع الملف ده ازاي احنا الحقيقة بدأنا نفكر ونشوف مين على المستوى الأعلى في المدربين والمساعدين المدربين والعلاج الطبيعي والممرن يعني مسكنا بسط بسط مركز 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 كده وصفناهم مين واخد بطرات الجمهورية مين واخد البطرات حتى لو ما خدش بطرات لكن هوا مدرب كف وبدأنا نحط أسماء للأربع المنتخبات اللي هما الشبات والناشئات والشباب والناشئين الحقيقة عملناهم الأربعة وكان عندنا جدول سكاجول من الاتحاد الإفريقي للأسف السكاجول ده اتغير تماما عشان كورونا ففي منهم ثلاث بطلات اتأجلوا كان واحدة في تونس واحدة في نيجيريا واحدة في كينيا كانت وقتتهم لمن دول ولا كانوا بعد كده لأ هيتأجلوا لشهر آخر يناير 21 وفبراير فإحنا ما عملنا كده أنا وقفت المنتخبات لأننا كنا فعلا عملنا تشكلات للمدربين واللعيبة وحطينا تصفية صفينا فرق المنتخبين الحقيقة أنا عادي أقولك برضو المنتخبات السنة دي كان لها تصفية غير كل سنة احنا عملنا ترشيحات للمنتخب حوالي 40 لعب أو لعبة وبدأنا نعمل تصفية أولى وتصفية تانية والتصفية تانية اللي هي النهائية فاحنا عملنا تصفية وتصفية أولى بعدنا لمنتخب الناشئين والشباب لأنهم اتأجلت مبارايتهم المحيدة اللي ما أجلتش أغندا وفجأنا بعد كده أنها أجلت برضو من يوم 14-16-4 والغاية دلوقتي احنا مش قادرين ناخد الإجراءات بتاعتها لسبب واحد بس أن أنا ما جاتيش دعوة رسمي طبعا ما قدرش أعمل إجراءة بدون دعوة رسمي فالمنتخب اللي حضرك بكلم حضرك عليه ده بدأ بيه أربعين احنا دلوقتي وصلنا إلى 18 اللي هو تقريبا النهائي بس ضمن عليه أربعة من الناشئات اللي هما مستواهم عالي ويمسعونا بالضبط كده ما شاء الله كابتل يا ميكرا حضرك دخلت في ملف ده وأنا عايز أتكلم فيه برضو بالتفصيل بس خلينا نطلع لفاصل نطلع لفاصل أزال المشاهدين فاصل سريع ونرجع طبعا نكمل حوارنا على المنتخبات الكرة الطائرة اللي طبعا كانت فيه فترة اللجنة المؤقتة وإزاي كابتن سامح قدر هذا الملف ولكن بعد الفاصل أهلا بحضرككم من جديد وبنستكمل حوارنا مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة أليان كابتن ممكن كنا قبل الفاصل بنتكلم على المنتخب أو المنتخب الناشئات أو الشابات اللي حدا كنت بتجهزه للبطولة وكان فيه معايير للاختيار يمكن أول مرة تطبق في أي اتحاد كلمنا عنها بتفصيل يا كابتن واختيار اللاعبات وسل لـ 18 إزاي إحنا بدأنا بـ 40 لعبة واتصفوا مرحلتين والمحرار الأخيرة كنا اللاجنة يعني متقفين مع كابتن أحمد فتح اللي هو المدير الفني إنه خلاص يخلي بقى الفرقة اللي حنركز معاها علشان يركز في التمرين ويعمل الحاجات دي كلها هو أضاف عليهم الأربعة البنات اللي هم طالعين الناشئات طب كابتن مين اللي اختار الأربعين في الأول كابتن أحمد والحدي الترشحات من المدربين واللاجنة يعني بالنسبة لرؤيتنا إحنا شفنا الدوري كله شفنا الدوري وشفنا الماتشات كلها وشفنا المباريات وإحنا عرفنا كمين المنتخبات جبنا أسماء المنتخبات اللي هي أفضل سفرت وعملت دول كانوا موجودين وكلهم موجودين وصولنا الأربعين لعبة ده يعني قاعدة عريضة جدا جدا يعني قماشة انتحدات جبت كل القماشة اللي ممكن اللي ممكن بالضبط اللي ممكن تختار من يعني ما ضرمناش حد هي الحقيقة بعد كده خدنا خطة يعني أنا في رأيي أنها حاجة جديدة بتتعمل إن احنا عملنا في كل مثلا بزيشن أربعة بدأنا نرقم فيه واحد اثنين تلاتة أربعة مين أحسن واحد من نموها وهكذا إزاي؟ كل تدريب مع بعض أو كل مبارات مع بعض بلعب مع بعض عندنا إحنا ورد واحد سكاوتينج شغال سكاوتينج بيعمل ايه؟ بيشوف 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 أرقام ودي شاتت كم شوطة دي صد كم بلوك دي 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 فأربعة يبقى واحد مين اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة وهكذا في كل بزيشنان أربعة تلاتة اثنين والليبرو بقى عندنا حصيلة بتقول مين نموها واحد نموها اثنين ما بصناش لأي أسماء بصنا للأرقام أرقام طبعا مين واحد مين اثنين من ثلاثة مين أربعة وده فير إناف يا كبت الحمد لله أنا كلاعب لو لعب متميز أرقامي اللي تتكلم عنه الحمد لله فأخذنا فعلا الملاكت دي ومعلش إحنا الشابات طولنا شوية عشان الأربعة اللي يجم من تحت السن فبالتالي إن شاء الله هنصف فيهم وستاشر اللي حيسفروا اثناشر بس والسفر إمتى كبت فوالله الغد دلوقتي للأسف الدعوة ما جات لنش لكن أنا جبت السكاجول من أغندا هي أغندا عملايا بستاشر بس هذك عارف كورونا حديثة دي قفلت كذا دولة بس هذك نبجهزين هذك نبجهزين يعني هذك جاهز أي وقت قالوا لنا سفروا بكرة أو أنسف إلا لو هم بقى أجلوا البطولة زي تونس وزي نيجيريا وزي كينيا يعني ساعتها غزن عنان حنوقف نشاط أنا وقفت نشاط الثلاثة لفرق الآخرين وقفتهم وقفتهم طبعا لأنه هو بطلاتهم متأجل يناير يناير 21 القادم بقى هو اللي يتولى المسؤولين وقفتن خلال الفترة هذك عدتها كرابة سنة لا أقال من سنة حين مساكنا خمسة مارس خمسة مارس يعني نقول مثلا يعني التسع شهور يعني قرابة أنا قول ناش سنة كرابة سنة يعني تلاثة لأحد عشر مفيش أكيد حدك حطيت إيدك على المشاكل الإدارية اللي كانت تقول الفترة اللي فات أكيد نصيح تنصح إيه يعني كابسولة صغيرة كده من كابتن طبعا سامح حمدي يعني الراجل اللي يعني يعني باع زراع في الإدارة حددك تقول إيه كابسولة صغيرة كده للتحدي اللي جاي وراك والله أنا مش مطلوب من التحدي الجاي ده غير حاجة واحدة بس إنه هو ينظم البيت يرتب البيت إحنا الحمد لله إدلنا نرتبه هو ليه وجهة نظر تاني بقى يحطها إحنا عملنا تسجيل إلكتروني عملنا موقع رسمي للاتحاد في التسع شهور الجديد أه طبعا ما شاء الله وعملنا كمان وجعنا الماتشات وزعناها الحمد لله لا كلمني عنها جابت نجد التمويل إزاي وعملت إيه وعملت نظام جديد لتوزيع أو للحكام كلمني عن الموضوع ده أقول لحضرتك أنت عارف حضرتك لما بيجوا بيتفعوا للشركات كل الفرق في بداية الدورة بيبقى فيها بند للحكام تمام فأنا عزلت مش أنا اللاجنة المؤقتة عزلت فلوس الحكام دي وعملنا لها حساب برا البنك بتاعنا إحنا البنك الأهلي عملنا حساب في البنك مصري ليه علشان كل حكم أول كل شهر يبقى واخد فلوسه ما فيش حاجة اسمها فلوس تتأخر فلعين عليك يا دكتور خلاص فأتعاملت يعني الحمد لله وعملنا كل واحد فيزا بفيستو بتضبط يروح أول الشهر يلاقي اسمه كذا بس دي بقى مع لجنة الحكام لازم تكون بعتة الكشوف عمل كامبورا دالي كذا الماليات يترجمه دالي فلوس تنزل فيه في حساب ويروح ياخده من المكان بتضبط كده حتى المتأخرات كمان دخلناها حتى لأيه كبتور؟ المتأخرات ده متأخرات من 2013 و2011 دخلناها بس لسه الجزء المالي ما دخلناهوش في البنكة مصر دخلنا جزء كبير جدا جدا الحمد لله دخلنا جزء كبير جدا بحس المتأخرات قبل حتى الموسم ما يبدأه طيب خالة كبتل انت عملت حاجة يا ريت مش أنا هي اللجنة ماشي يا كبتل ما هو حضرتك رئيس اللجنة وعلى عزر أنا عانف حضرتك بتحب تتكلم عن اللجنة وانه انت حضرتك فرد في المنظوم آه بالضبط ولكن ده حضرتك عملت سيستم لكل اتحدات آه الحمد لله أزمة إحنا لأنهو بيضطر الاتحاد يعمل ميدي دول الفلوس الحكام تيجي الحكام عايزة فلوسة كل منطقة تبعات تقولك فلوسة الحكام كذا لأ كل واحد فلوسه هتبقى موجودة بفستو يقدر يصرف اللي في الصعيد هيصرف بالفيزا اللي في بحر هيصرف بالفيزا كله هيصرف بالفيزا اللي معاه يدخل يعرف حسابه كم وياخد حسابه خليني معليش أفكر حدك بحاجة إن النادي الأهلي كان أول نادي يعمل كده آه طبعا هنا أخدت الخطوة دي من الأهلي الله يلا وراء عليك بس أنا بس بجيب يعني إيه ذكريات كده نا احنا خدناها من الأهلي وطبع أصل الأهلي ده مؤسسة بس يخلينا نتكلم في فكرة طايرة دلوقتي بس بجيب بإيه باي تشانس كده إن النادي الأهلي أول نادي عمل الكارت وبرضو أنا حب حب أقول لي سادة المشاهدين أنا مضيت في حضور الكابتن سامح حمدي مضيت في حضوره وهو اللي كان معاه العقود وهو اللي تحقق منها وحدك سألتلي لو تفتكت يا كابتن قلتلي يا كابتن هيسم حدك مضيت في أي نادي تاني أو خدت فلوس من نادي تاني يعني كان بيتحقق في كل شيء قبل موقع الحقيقة ده شرف كبير يعني هي الحقيقة لازم الإنسان يكون واضح وصريح من غير كده عمر الرضا ما حتتتقدم لو فيه محسبيات وفيه كلام بس كابتن اختيار المنتخب برضو أرجع تاني بعد الحكام هحصل شكاوى كتير بالضبط رد حضورتك ترد على الشكاوى دي تقول إيه أنا تعودت كده في حياتي أنا أما بعمل حاجة أو مش أنا يعني إحنا ما بنجتمع على حاجة وبناخد قرار ما بنرجعش فيه إنها شايفين صح إلا لو كان غلط لو كان غلط وهم الشكوى فيها شيء من الصح لازم أحققها لكن أنا ما ببصش للحاجات دي خالص على أساس أن السشيا الماديا السشيا الماديا برضو الكلام غلط مش عادة أدخل في مهاترات يعني لو أقول لحضورتك مثلا بيتكلموا في حاجات مالهاش جعب باللائحة وبينتقضوها طب هيدا مش موجودة في اللائحة بتنقضوا إيه صحيحة عشان كده أنا عمري ما رضيت على حد لا فيسبوك ولا حاجة والشكاوى اللي بتجيني برضو عمري مرض عليه السبب واحد كلها من مجهول مثلا شكوى يقول لك والد إحدى اللاعبات شكوى تاني يقول لك شخص مش عارف محب القرطة هرد على مين يعني ومع ذلك حدك قلت لو الشكوى في حاجة حدك لسه على طول وفي حاجة من الحق أنا بتحقق على طول على طول ولو في نصيحة لنا منهم أنا بمشي صحيح من مشي على طول صحيحة كابتن طب خليني برضو أقول لحضرتك أنت يوم 11 عندك جماعة عمومية عادية هتحصل في الانتخابات وفي جماعة عمومية غير عادية للقيحة صح الكلام ده مضبوط لا هي الأول جماعة عمومية غير العادية دي عشان تكرر فيها اللحة لا علشان إحنا بعض تغيير بعض بنود اللقيحة طب البنود دي مثلا ليه علاقة بإيها كابتن يعني هي علاقة مثلا بالتصنيف بالتصنيف ليه علاقة ببعض الشروط المدر التنفيذي ليه علاقة بعد الترشيح للانتخابات يعني حاجات بسيطة حتى موافقة لجنة اللعنبية عليها ولا لسه هتأخد الأول موافقة لجمال الأمرمومية غير عادية وترفعها لللجنة اللعنبية بالضبط أ Sung up pod pod حتى لجنة الجمعين عمومية هي الأساس أساس فإحنا حطينها لو هم موافقوا عليها بقى ت St بس للأسف مش هيقام عليها نتخابات طبعا هيقام عليها للحال أديما طبعا بالضبط طبعا بتأخد وسكتها تروح تعتمدو لجنة اللعنبية وتروح تنشر في الوقاعة فهتاخد فترة للاتحاد اللي جاي بقى ان شاء الله وبعدها بساعتين بنعمل اللجنة الجمعية العمية العادية اللي هي هتمد فيها الانتخابات ومتحقق فيها بقى خلاص خدنا موقفة اللجنة الانبية على الأسماء وبيدخل الناس ومتحقق فيها بناعتمد الميزانية الأول بعدها بناعتمد الميزانية برضو بنشرهم بعض البنوت في اللايحة وبالرغم من كده بنبدأ بعد كده عملية الانتخاب والله يا كابتن أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه يعني يا ريت والله أنا نفسي استفدت والله العظيم منك ده عليها يا كابتن هاي سأعى والله يا كابتن بأمان استفدت من حضرتك جدا جدا إداريا وشفت حاجات أنا كنت أعتبرها ضرب من الخيال يعني أن حد يبقى إداريا يطبق المنظومة دي في اتحاد كرة قائرة وتمنى تشوفها في كل الاتحادات خاصة الموضوع الحكام الوقت عد بسرعة يا كابتن وانا كان نفس الوقت يعني يبقى أطول من كده ولكن في النهاية في النهاية رسالة على عسل حدك توجهها عبر رشاد قناة النادي الأهلي لكل اللاعبين واللعبات وكل أي حد هيساهم مع منتخب بلده في الطولة أو سواء لعب أو مدير فني رسالة حدك توجهها له بحكم تاريخك كيف يبدأ جدا في اللعب أتمنى أتمنى أن محدش الدخل في عمل غيره وأتمنى أن كل واحد أنا عن نفسنا اللجنة هتدي كل واحد حقه يعني لو منتخب اتكون وانتهى وبقى فاينالي خلاص الأعداد والحاجات زي كده يبقى احنا معناه أن احنا مختارين أحسن ناس احنا ما ظلمناش حد لكن أتمنى أن اللي تظلم ده ما يعتبرين شفسه تظلم يعتبر نفسه أن ياخد فرصة تانية وهي دي بس الحاجة اللي أتمنى دي المنافسة في الرياضة يا كابتن دي المنافسة ما أنت لما تخسر مطش مش معنا كده أنت ظلمت اجتهد يصلح من نفسك زود من نفسك وتبقى موجود بالضبط كابتن يعني سامح أنا مش عارف أقول لحدك إيه يا كابتن والله حدك يعني نورتيني وشرفتيني وبشكر حدك شكرا جزيلا أنت خصتنا بهذا اللقاء وطبعا يعني فردنا وأفرادنا كل شيء للجمهور الحقي الحمد لله وبشكر حدك نورتيني وشرفتين يا كابتن الله يخليك أنا متشكل للقناة جدا وإن احنا وضحنا الصورة قدام الناس عشان ما يتقلش أن احنا اتحاد مؤقت جاي علشان مصلحة أوي حاجة احنا كنا جايين عشان عمل خواص عمل يطور كرة طائرة وأعتقد يعني أن احنا قدرنا اللي قدرنا عليه عملناه إن شاء الله كابتن وكل التوفيل حضرتك ونتمنى إن شاء الله يكون بالنلقاء تاني شكرا يا كابتن هايس أعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا مع دكتور سامي حمدي طبعا رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة وأديه وبذل مجهود هو واللجنة كاملة عدوا بالاتحاد لبر الأمان أشكركم شكرا جزيلا استنونا إن شاء الله يوم الأربع القادم وقصة جديدة وبطل جديد مع الأفضل